التلفزيون العربي سراً تمول هذه البؤر الاستيطانية صغيرة بدأت ثم نمت واتسعت لتصبح مستوطنات كاملة برعاية حكومة الاحتلال عشرون مليون دولار هي الموازنة التي خصصتها وزيرة الاستيطان اليمينية المتطرفة أوريتستروك لتوفير معدات أمنية في مناطق تسميها مستوطنات ناشئة وهذه بكت أرض بور وبعد ما تهجروا أهلها هي في الأصل مزارع وممتلكات للفلسطينيين انتزعت منهم بالقوة لتتحول إلى مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب أكثر من مئة مستوطنة معترف بها في إسرائيل الوثائق التي أمطت اللثام عنها منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للسياسة الاستيطان كشفت أن تمويل وزيرة الاستيطان استخدم لشراء مركبات ومسيرات وكاميرات ومولدات وبوابات كهربائية وبناء أسوار وتعبيد طرق جديدة في بعض المزارع النائية كما دعمت موازنتها 68 من أصل 70 مزرعة تعاونية ليرتفع عددها إلى أكثر من 90 السلام الآن أوضحت في تقريرها أن قرابة 500 شخص يعيشون في التعاونية الصغيرة غير المرخصة بينما 25 ألف آخرون في بؤر استيطاني أكبر ويتلقون دعما ضمنيا فبعد اعتماد حكومة نتنياهو تمويل سرا في ديسمبر الماضي بالتزامن مع شن حرب عدوانية على قطاع غزة شرعت حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها وتنفيذ أكبر عملية استيلاء على أراضي في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود والاستعداد لبناء مستوطنات جديدة مستخدمة شبكة ضخمة من التعاونيات النائية على تلال الضفة الغربية توسع لم توقفه الدعوات الدولية لوقف قدم أراضي الفلسطينيين ولم تؤثر فيها على ما يبدو أي قرارات وإن صدرت عن محكمة العدل الدولية